اشتغلت في البقر واشتغلت في الجموس انا لقيت حضرك بعدت عن البقر خالص وركزت تركيزك كله في فتح حياتك على الجموس ليه الجموس والبقر لا اضافة للعشخ الخاص للجموس الشخصي بس مش هو السبب الرئيسي الحقيقة السبب الرئيسي ان خلينا احنا احنا في بلد اكتر من نص السر الحيوانية بتاعته جموس واحد انا في بلد مفيش بيت فلاح مصري ما عندوش جموسة والجموسة دي في الارياف سعادتك عارف الكلام ده اكتر مني انه يعتبروها دي الجموسة تفتح بيت لنتيجة انه اللبن بتاعها الناس تاخد منه الاشطة والسمنة والقبنة القريش وتولد لهم في اخر السنة عجلة وعجلة يبيعوها وان ممكن يجيب اكل ديها وميجيبش اكل البيت وهي تعتبر احد افراد العائلة وفي احيان كثيرة لما تموت الجموسة يمكن الناس تيجي تعزي فيها اكتر ما تعزي حتى في البشر يعني اسباب اختيار الجموس برضو ماهوش جاي عبسا في مصر انه الحيوان ده مقاوم جدا للظروف البيئية للظروف الغذائية لظروف الامراض مقاوم جدا من ناحية المرض مقاوم جدا من ناحية الصدمات الغذائية التي ممكن تحصل انت احداك عارف كويس جدا انه البقرة عبارة عن مصنع لبن نعم المصنع لبن ده خلوا اه مواد خام مزبوطة جدا وعناية مزبوطة جدا يديلك لبن ما تديتلوش ده مش هيديلك لبن ولا حيقاوم الجموسة اعتبرها نص مصنع لبن اه اي حاجة تديها لها برضو تدي لك لبن اه استفادتها في الالياف اكتر من البعر بكتير انا اودت لها اش برسيم دلز الاكل الطبيعي بتاعها اه طيب حد استفادت كتير جدا مع البيئة عن البقر اه اه وده دايما اللي بيغزوا البقر مش هم بيعرفوش يغزوا في الجموس اه دايما ده موضوع تاني اه اللي اشتغل يشتغل في البقر بعيد عن الجموس بالظبط اعنا الجموس لازم تعشره تعرفه بالظبط عشان احنا شوف ده نمازك كانت ناجحة جدا في البقر وراحت تشغل في الجموس فشلت فشل زريح لان تغزية الجموس بتختلف تختلف كلي وجزئي عن تغزية البقر بنحس تهلكها الالياف في الحاجات دي تغزية ورعاية اه وتعامل وتلقيح وجس كله ده مختلف عن البقر نعم نعم وشياع وموعد التلقيح بعد الشياع نعم دي كلها امور مختلفة عن البقر واللي يعرف البقر ممكن يتدبس في الجموس الزبط الحاجة التانية والمهمة انه احنا بتكلم على نوع لبن وكأنه لبن اه ايتم بتاع الجموس ايتم ولبن البقر ايتم تاني نوع ونوع نوع نوع احنا بتكلم وعشان كده هتلاقي عند الفلاحين رغم انه هما ظروف الغزاية بتاعتهم هاش كويسة بس صحتهم كويسة لأسباب كتيرة من ضمنها انه هما بيأكلوا منتقات الجموس بالظرط يعني انت بتتكلم على نسبة دسم تلات مرات اعلى من اللبن البقري والكولستيرول نص الكمية ونص النسبة يعني انت تاخد انرجي تاخد طاقة من اللبن الجموسي والكولستيرول بتاعك نص الكمية انت بتكلم على بروتين مية في المية زيادة انت بتكلم على لاكتوز سكر لبن خمسين في المية زيادة تتكلم على الكاليسيوم ضعف اللي موجود في اللبن البقري فاللبن الجموسي لحيوان اصلا متحمل الظروف المناخية الصعبة متحمل الظروف المرضية الصعبة متحمل الظروف الغزائية الصعبة ويدي لك لبن ذري جود كواليتي على سبيل المثال انت تخيل اديه في صعوبة عشان تقنع الاولاد انه يشربوا لبن فيها صعوبة انت لو اديته كوباية لبن جاموس كأنك مديده ثلاث كوبايات مرة واحدة لبن بقري فانت تحتاج تلك الكمية عشان تديها للعيل اللي هو اصلا ما بيحبش اللبن وبالعافية نديله اللبن فدي كلها عوامل تساعد على انه نهتم بالحيوان ده الحيوان ده يعني رغم انه نتكلم على البعد الانتاجي بتاعه نتكلم على البعد الاجتماعي وتواجده عند الفلاحين واني اللي شفتها طبعا على مدى ثلاثين سنة اهمية الجاموسة للبيت الفلاحي المصري طيب يا دكتور سعد احنا دلوقتي قلنا الفرق بين اللبن الجامسي واللبن البقري وحتى اجتماعيا اللبن الجامسي زي ما حضرتك قلت الملحوظة الجميلة جدا دي ان انا اقنع الولد انه يشرب كوباية لبن جامسي اكنا اقنعته تلاث مرات انه يشرب تلاث مرات لبن بقري في مشكلة كبيرة عند الفلاحين دلوقتي او عند الناس